مرحباً اسمي هنري أومي أنا صيدلي من نيجيريا حالياً أنا في الهند في مدينة جورغون جئنا للعلاج وتحديداً لإجراء جراحة الأعصاب الثنائية لأمي أمي عمرها حوالي 65 عاماً وتعاني من آلام في الركبة ونسميها تهتك الغدروفي منذ 8 إلى 10 سنوات لذلك كنا نتعامل معها في بلدنا الأمي عن طريق أطبائها وكذلك بإعطائها مسكنات الألم لكن مؤخراً تفاقم الألم لذلك قررنا البحث عن شيء يمنحها الإغاثة الدائمة ذهبت إلى الإنترنت وبحثت عن أفضل خمس مستشفيات في الهند التي تقوم بعملية استبدال الركبة بالطبع رأيت العديد من المستشفيات ظهرت فورتيس، مدينتا، أرتيميس، بي إل كي وأبولو لكن كنت أبحث عن مكان يكون تكلفته مناسبة وأيضاً يهمني ملف تعريف الطبيبي لذا، وأثناء البحث عن ملفات بعض الأطباء، نظرت إلى فورتيس وعلى موقعهم وجدت الدكتور أشوك را جوبال عندما راجعت ملفه الشخصي، كنت معجباً جداً ومتأثراً بشدة أساساً بسبب عدد المرات التي قام فيها باستبدال الركبة حسناً، من خلال الموقع رأيت أنه أجرى أكثر من 25 ألف عملية جراحية لاستبدال الركبة بما في ذلك جراحات استبدال الركبتين طبعاً، بالنسبة لي، هو يمتلك أعلى سجل في هذا المجال بس يا رجل، الدكتور عدي راي كان واحد من الأطباء اللي شفتهم أونلين هو جيد جداً أيضاً ولكني اخترت الدكتور أشوك را جوبال فجئنا إلى الهند وتوجهنا إلى مستشفى فورتيس ومنذ وصلنا، كانت الأمور رائعة جداً وصلنا في التاسع من نوفمبر غادرنا لغوس في الثامن ووصلنا هنا في التاسع وصلنا مباشرة إلى المستشفى ذهبنا للتسجيل وتم استقبالنا من فريق الدكتور أشوك را جوبال بعد ذلك، رآنا الدكتور أشوك وتابعنا معه لذلك قدمنا له تفاصيل حالتنا الصحية في نيجيريا وبعد النظر فيها، أوصانا بإجراء جراحة في الركبتين لذلك تم قبولنا في المستشفى في الحادي عشر من نوفمبر حيث تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة بشكل سليم لقد كنت معجباً جداً بالخدمات التي حصلت عليها من القسم أنا معجب أيضاً بالطريقة التي قام بها الموظفون بتقديم الخدمة لنا لذلك كنا كأننا في بيتنا في فورتيس لذلك بعد إجراء الفحوصات في اليوم الثاني عشر تم نقل أمي لإجراء العملية الجراحية بالطبع، كنت متشككاً لأنني كنت حاضراً ثم حوالي الساعة الرابعة وثلاثون دقيقة مساءً تلقيت أطصالاً يفيد بأن أمي خرجت من غرفة العمليات أنها في العناية المركزة بالطبع، ذهبت إلى وحدة العناية المركزة لأراها بالطبع، كانت تتلقى الرعاية الجيدة في وحدة العناية المركزة العاملين هناك كانوا رائعين جداً ومتعاونين تحدثت إلى أمي وكانت بحالة جيدة بعد نحو ساعة غادرت وحدة العناية المركزة بالطبع، كنت مطمئناً بأنها بخير فعدت إلى مكان إقامتي بعد ذلك وفي اليوم التالي، تلقيت اتصالاً صباحاً يفيد بأن والدتي خرجت من وحدة العناية المركزة أنها أعيدت إلى الجناح، لذلك عندما وصلت إلى المستشفى ذهبت لزيارتها في الغرفة ووجدتها في حالة ممتازة كانت تتلقى العلاجة الجيدة تم إعطاؤها جميع الأدوية اللازمة التي كان من المفترض أن تعطى لها بعد الجراحة بالطبع، كان معدل تعافيها مذهلاً جداً في الحقيقة، كنت مذهولاً أنا أيضاً لأنه حتى الأطباء، عندما جاء الأطباء، كانوا مثل يوجد مرضى آخرون يجري لهم نفس العمليات الجراحية الآن لكن كما تعلمون، كان معدل شفائها جيداً جداً وبالطبع، تم تسريحنا في 16 بعد قضاء يوم واحد في العناية المركزة وأربعة أيام في الغرفة تم إطلاق سراحنا للعودة إلى المنزل ومنذ ذلك الحين، كانت تتعافى بشكل رائع وأعجبني أيضاً أن المستشفى أرسل أخصائيين علاج طبيعي لمكان إقامتنا لمساعدتها في القيام بالتمارين وغيرها ومع تمارين العلاج الطبيعي، تعافت بشكل كامل ورائع جداً في المجمل، فورتيس هو مستشفى رائع جداً بالنسبة لي وأود أن أوصي أي شخص يخضع لأي نوع من الجراحة سواء كانت جراحة جانبية أو ثنائية لعلاج آلام هشاشة العظام بالحضور إلى مستشفى فورتيس إنها ميسورة التكلفة للغاية وأعتقد أن خدماتهم ممتازة للغاية أستطيع أن أقول إنه مستشفى ممتاز جداً أنا معجب بالخدمات المقدمة في فورتيس لذلك أوصي به بشدة لأي شخص يمكنه تحمل تكاليفه ولكن بالطبع أعتقد بشيء واحد الصحة هي الثروة لذلك نحن نأخذها مع الكثير للعيش عليه شكراً جزيلاً لك